هنا كمان نشوف غرفة العمليات المركزية اللي أنشأتها السفيرة نبيلة مقرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سيادة السفيرة مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أظن محدش سعيدة النهاردة قدك يعني بص كلها سعيدة الحقيقة يعني المصريين في الخارج سعداء والمصريين في الداخل يعني عرص انتخابي عمرنا ما شوفناه قبل كده سيادتك أنا عارف انك عاملة يعني زي غرفة مجمعة للعمليات ولمتابعة الأخبار على مدار الساعة ايه آخر التطورات اللي موجودة عند حضرتك مضبط احنا من مساء أول أمس الحقيقة وغرفة العمليات لبزارة الهجرة فريق عمل مجهز للرد على كافة استفسارات المواطنين وطلباتهم ابتدينا باستراليا ونيزيلاندا حضرتك عارف ان هما بيبتدوا قابلينا طبقا لفرق التوقيت وابتدينا من مبارح الصبح الجمعة طبعا الحي طبعا الجالية المصرية في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي الأردن العمالة المصرية تتصدر القائمة في التقدم لسناديق الاقتراع طبعا يوم الجمعة ويوم أجازة أسبوعية هناك والحقيقة المشهد اللي شفناه مشهد مضيق جدا جدا وكله فخر نهاردة بنتابع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وطبعا أدول أوروبية باعتبار السبت والحد أجازة أسبوعية الاستفسارات مش بس ان احنا بنلقي الضوء على صور المضيقة في الخارج ولكن بنرد على الاستفسارات والمشاكل كل الاستفسارات احنا عاملين أربع خطوط ساخنة للمصريين في الخارج عاملين الميل عاملين وابسايت عاملين أيضا رسائل على الوات أب هذا الفريق بيجاوب كل الاستفسارات طبعا كلها بتتعلق بالضوابط العملية الانتخابية مقر اللي كان الأوتوبيسات بتقوم منين لفين التوقيتات كل ده بنشتغل عليه عايز أقول لحضرتك أنه كان فيه أيضا من المتطوعين من المصريين في الخارج اللي كلموا غرفة العمليات بس عشان عايزين يساعدوا المواطنين الآخرين اللي مش قادرين يوصلوا يعني وصلنا لحد أن ناس بتعرض عربيتها الشخصية بجانب الأوتوبيسات لنقل المصريين إلى مقار البعثات الدبلواثية طبعا هذه الغرفة العمليات بتعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا الهيئة العامة للإستعانات لأن احنا كل هذه الصور من صور وفيديوهات عايزين نوصلها للإعلام الخارجي عشان نرد على كل الرسائل السلبية اللي بتتكلم عن مصر بصورة سلبية أو بتتكلم عن المشهد السياسي والانتخابات الرئاسية بصورة سلبية أنا بدأ حضرتك سادة الوزيرة أن احنا نعمل فيلم تسجيلي عن هذه الانتخابات للمصريين في الخارج بالفعل عاملين حاجة عن ذوي الاحتياجات الخاصة بنجمع كل الفيديوهات وكل الصور عن ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تقدموا لسنضيقة الافتراع حاجة أيضا عن المرأة المصرية لأن عايزة أقول لحضرتك المرأة المصرية لعبت دور كبير جدا في هذه الانتخابات وأيضا لكبار السن بالحقيقة بنوري كل شرائح المجتمع المصري في الخارج قامت بأي مجهود يعني الحقيقة حتى في الأوتوبيسات حتى في الأعلام كل حاجة احنا بنحاول أن نحطها دوكيمنتري عشان بعد كده نوري المصريين في الداخل ونوري الإعلام الخارجي المصريين في الخارج عملوا إيه في الانتخابات الرياض سادة السفيرة أو سادة الوزيرة مش ملاحظة معايا أن الموضوع ما بقاش بس مجرد الإدلاء بالصوت يعني لو حضرتك بتشاهدي معايا وأكيد أنت قادرة مني تقول اليومين اللي فاتوا الموضوع خرج عن إطار عملية تصويتية لاستحقاق دستوري ورئاسي بانتخاب رئيس للدولة العملية فاندم حرب على الجبهة هنا في الداخل وحرب في اللجان في الخارج اللي بيحصل قدام حضرتك دي مشاركة المصريين في الخارج في الحرب اللي مصر بتواجهها ضد الإرهاب وضد أي صورة سلبية بتتقال عن مصر المصري في الخارج عارف وحس وشعر أنه جزء من هذه الدولة وجزء من صنع القرار وزي ما هو شايف الجندي المصري في شمال سيناء بيحارب عن هذه الدولة للمحافظة عليها وبيدلها حياته للمحافظة عليها هذا المصري في الخارج برضو بيدي ساعات من وقته حتى لو كان بعيد عن مقر البعثة الدبلوماسية عشان يسفر لها للحفاظ عليها أنا عايز حضرتك في اجتماع مجلس الوزراء القادم توري الحكومة مجتمع وما أكيد شافوا يعني بس يكون معاك تقرير كده تغديب كل فخر وتقول لهم والله عشان لو المصريين في الخارج طلبوا طلب من الحكومة الحكومة تستجيب لأنهم أصحاب فضل بكرا إن شاء الله أنا في مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء إن شاء الله بعرض نتائج الجوالات اللي قمت بيها وأيضا نتائج الانتخابات الرئاسية من المصريين حضرتك عرب بكرا بنخلص آخر يوم في الانتخابات الرئاسية في الخارج بالتأكيد فخر للحكومة المصرية فخر للمصريين في الداخل ورسالة تخرس كل الألسان اللي بتكلم عن مصر في الخارج بشكرك شكرا جزيلا سيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج